في خضم الشرخ الشرقي الغربي عامل إضافي يوسع الهوة بين عملاقي الاقتصاد البلايات المتحدة والصين حرب ديبلوماسية باردة أسبابها المعلنة قمع الأقليات الدينية والعرقية لكنها في الجوهر أعمق ولا شك وطيرة التوتر بين بيكين وواشنطن تتصعد والفجرة بين البلدين تزيد بعد اتخاذ الصين قرارا يقضي بفرض قيود على منح تأشيرات للمسؤولين الأمريكيين وتقول إن الإجراء أتى على قاعدة المعاملة بالمثل الولايات المتحدة باسم حقوق الإنسان اختلقت كذبة مقززة استخدمت كذريعة لتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه صورتها هذه التصرفات غير أخلاقية وتنتهيك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وتعارضها الصين بشدة لذلك قررنا فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الأمريكيين الذين ينشرون أكاذيب حول قضية حقوق الإنسان في الصين ويعززون فرض العقوبات ضدنا لم تدخل الصين في تفصيل أسماء المسؤولين الذين سيخضعون للقيود المثبورة في وقت كانت إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن قد وسعت حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروضة على مسؤولين صينيين ليطال مسؤولين جدداً تتهمهم واشنطن بالتورط في قمع الأقليات العرقية والدينية وفي سياق الحظر كان بايدن قد وقع نهاية العمل منصرم قانوناً يحضر الواردات من منطقة تشينجيانج الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القصري الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الإيغور ما أثار غضب الصين وعلى الرغم من أن واجهة التصعيد الديبلوماسي تأخذ منحاً إنسانياً بحسب واشنطن إلا أنها في العمق حرب اقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وليس خافياً أن موقف الصين من الحرب في أوكرانيا وتحذير الغرب لها من دعم روسيا سبب إضافي آخر من أسباب التصعيد ترجمة نانسي قنقر